جلسة جديدة لمجلس الأمن بشأن اليمن تركز على التطورات المتصلة بتنفيذ اتفاق ستوك هولم بشأن وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات في الحديدة وموانئها الثلاث هذه المرة يقدم المبعوث الأممي مارتين غريفتس إحاطته في ظل موقف غير ودي من جانب الحكومة تجاهها على خلفية ما تراه الحكومة مسرحيات حوثية يدعمها المبعوث الأممي لإقرار سلام غير قابل للنجاح في غرب البلاد رغم الضمانات المقدمة للحكومة من الأمم المتحدة بتصحيح أداء ودور المبعوث غريفتس وموافقتها على منحه فرصة أخرى وبالإضافة إلى إحاطة غريفتس هناك ثلاثة إحاطات أخرى من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي وإحاطة هي الأولى من نوعها من رئيس بعتة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أنمها الجنرال مايكل لوليس جارد عبر الفيديو يأتي ذلك فيما عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن عن قلقه من عكاسات سلبية للتوتر في الخليج على الأزمة في اليمن معتبراً أن خطابات التهديدات المتصاعدة في منطقة الخليج تهدد بتعميق وإطالة أمد الحرب المشتعلة في اليمن فيما التكاليف البشرية للحرب المستمرة التي تدخل الآن عامها الخامس فادحة للغاية بدرجة لا تسمح بإهدار المكاسب الهاشة التي حققها اتفاق الحديدة وفيما شدد غوتيريش على أهمية بقاء الشرايان الحيوي الذي يمثله ميناء الحديدة مفتوحاً وعاملاً في خدمة الواردات الإنسانية والتجارية شدد كذلك على أهمية الحفاظ على إجماع دولي ووحدة صف داخل مجلس الأمن للحيلولة دون اشتعال معركة في الحديدة والموانئ الثلاثة مقراً بأن الوضع هناك لا يزال هشاً وأن المعول على الإرادة السياسية للأطراف باعتبارها الدافع الرئيس الذي سيحدد ما إذا كانت الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التنفيذ لبنود الاتفاق أم عودة إلى الصراع المفتوح في الحديدة وكارثة إنسانية وكان اللافت في رسالة غوتيريش تأكيدها على ما اعتبره تسوية واقعية وبرغماتية داخل الإطار العام لاتفاق ستوكولم كي يتحقق مضمون هذا الاتفاق على أرض الواقع بشكل كامل وفقاً لما جاء في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر